نتكلم على الأخبار والكواليس عندنا نقطة وملاحظة بسيطة جداً عايزين نتكلم فيها إلى إخواتنا الأعزاء المسؤولين في رابطة أندية مصر رابطة الأندية المصرية المحترفة المسؤولة عن تنظيم بطولة الدوري المصري الممتاز رغاء بسيط بس إنه الناس عندها بعض الطلبات المنطقية الجمهور عنده بعض الطلبات المنطقية البسيطة جداً المقبولة جداً المشروعة جداً إن هم يشوفوها الموسم اللي جاي بمشيئة الله على رأس هذه الطلبات حاجتين الحاجة الأولانية محاولات جدية لعودة الجماهير في الملاعب الحاجة التانية هي إن يكون جدول أو جداول المسابقات المختلفة سواء بقى بنتكلم على الدوري المصري الممتاز كأس مصر كأس الرابطة طبعاً جزء من البطولات دي مسؤول عنها الرابط الأندية المصرية المحترفة جزء من البطولات دي مسؤول عنه الاتحاد المصري كورة القدمة وتحدياً كأس مصر المهم إنه في الآخر الجمهور المصري أو جماهير المصرية بمختلف انتماءتها كل طلباتها إن يبقى فيه جداول محددة واضحة منذ بدء الموسم وبداية الموسم إلى نهايته المواعيد دي يبقى ليها شروط وضوابط وقواعد تطبق على جميع الفرق على التخين قبل الرفاية على الكبير قبل الصغير يبقى فيه قاعدة واحدة بتتحط على كل الأندية وتطبق على كل الأندية يعني مثلاً نادي عايز يريح قبل مطشط أفريقيا ونادي مش عايز يريح قبل مطشط أفريقيا نادي عايز الراحة دي تبقى ثلاث تيام نادي تاني عايزه يبقى أسبوعين نادي تلات عايزه يبقى أسبوع كل نادي له الحق أن يطلب ما يشاء ولكن العبرة مش بطلبات الأندية العبرة بمنظم المسابقة هو اللي بيحط ضوابط على الأندية أن تلتزم بها يعني ما ينفعش إن الموضوع يبقى بطلبات أو يبقى راضخ لطلبات الأندية انتوا حطوا قعدة وخلوا الكل يلتزم بها هتلتزموا بفترات راحة معينة يبقى على الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيرامدز وكل الناس سواء بفترات الراحة أو عدم بوجود فترات راحة ثلاث تيام أربع تيام سبع تيام أسبوعين أي أن كان الرقم اللي سيتم وضعه في قعدة معينة يتم تطبقها على الجميع وبساعتها ما ينفعش أي نادي كإنما إن كان يشتكي بقى من ضغوط وضغط والمباريات ولأ ما هنتو عندك وكأنديا كلكو قوائم فيها العديد من اللاعبين اللي بملايين الدولارات والجنيهات عشان تقدروا تلعبوا في أكثر من بطولة والنادي المميز اللي بيشارك في أكثر من بطولة وبيستمر فيها إلى ما شاء الله حتى النهايات وحتى اللقاء والمباريات النهائية هو مش بيتعاقب ده في أي حتة في الدنيا طبيعي إنه هيبقى مضغوط أكتر من أي نادي تاني وعشان كده بياخد فلوس أكتر وعشان كده حقوق الرعاية بتاعته بتبقى كبيرة وعشان كده بيبقى عنده لعبة جمدة وعشان كده بيبقى عنده لعبة مميزة عشان كده عنده كثرة من اللعبة المميزة في قيمته فلازم الضابط دي تبقى واضحة وتطبق على الجميع لأن إحنا مش بنخترع العجلة إحنا بنتكلم على حاجات موجودة في كل حتة في الدنيا الحاجة التانية هي إن إحنا يبقى في محاولات جدية فيما يخص عودة الجماهير عندنا ما شاء الله واحدة من أهم الشركات اللي موجودة في مصر تذكرتي بضوابط بقى الفان آي دي وكل البيانات إنه كل الناس اللي بتحضر بتبقى بياناتها موجودة يبقى فيه ضوابط طبعا أمنية فيه مختصين للجزية الأمنية ودي إحنا نرفع لهم القبعة وما نقدرش نتكلم في الجزية الأمنية لأنه فيه ناس خبراء في الحتة دي هم اللي يقدروا يدلوا بدلوهم فيما يخص الجانب الأمني بس على المسؤولين عن كرة القدم المصريين يبقى فيه عرض جيد للأمور مع الجهات الأمنية يبقى فيه تواصل جيد مع الجهات الأمنية بشكل يتيح إن إحنا نشوف ملعبنا كاملة العدد بالجماهير إن شاء الله يا رب في أسرع وقت ممكن الحاجة التالتة والأخيرة لو تيجوا حضراتكو سواء بقى أصدقائنا الأعزاء في رابطة الأندية المصريية المحترفة أو جمهورنا العزيز اللي بتفرج علينا تتابعوا حضراتكو المحتوى البرامجي لأغلب برامج الرياضة على مدار الموسم اللي فات هتلاقي جزء يسير جزء كبير منه ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة هو فلان نتعاقب ليه؟ فلان ما تعاقبش ليه؟ هو ليه العقوبة هنا ثلاث مطشات؟ ليه هنا أربعة مطشات؟ ليه هنا خمس مطشات؟ طب اللي ضرب بالألم مش عارف عمل إيه؟ طب اللي ضرب بالبنية إيه اللي حصل؟ طب الروسية دي كانت إيه عقوبتها؟ محتوى مش المفروض إن احنا نتكلم فيه ليه؟ مش عشان هو حاجة بسيطة لا وحاجة كبيرة بس المفروض إن الحاجة الكبيرة دي بيبقى ليها ضوابط وقواعد من بداية الموسم واضحة لا تحتمل التأويل يعني ما ينفعش إن أنا ببقى بفسرها بطريقة وحضرتك بتفسرها بطريقة ومحمد بيفسرها بطريقة وعلي بيفسرها بطريقة لا هي فيه ضوابط واضحة بتطلع لجنة بقى انضباط لجنة عقوبات أي أن كان اللجنة المنوط بيها إتمام وكتابة هذه القواعد وهذه اللوائح يبقى فيه ليحة واضحة عيانا بيانا لا تحتمل اللبس ولا التأويل إن العقوبة الفلانية عقوبتها كذا نمرت واحد نمرت اتنين إن لما بيحصل الوقع دي بنستند إلي شريط فيديو ولا تقرير حكم المباراة ولا تقرير المراقب ولا إيه الحاجات اللي بتستندوا عليها ما يبقاش مرة فيديو ما يبقاش مرة كاميرا موبايل ما يبقاش مرة تقرير حكم ما يبقاش مرة تقرير مراقب تبقى فيه توحيد للدلائل اللي انتو بتستندوا إليها